أحوى شروق وكل علوين الصادرة صحفنا التونسية في هيدلاينز في المغرب نقرأه اليوم ورقبة الانتخابات هل ستتعامل الهيئة بنفس المقاييس مع كيفة المترشحين نقرأه أيضا يفصلنا أسبوع عن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة تواصل التضيقات والملاحقات ضد الصحفيين والنقابة ترفض الوصاية على المضامين الإعلامية هنا نذكر أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة بشيكون انهار 3 ماي المقبل في موضوع آخر نقرأه ارتباك إسرائيلي بسبب مذكرة اعتقال دولية محتملة بحق نتنياهو حرب غزة تضيق الخناق على الاحتلال وتزايد المخاوف الدولية خشية اجتياح رفح الافتتاحية بقلم حسين العيدي ليكون تحت عنوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومبدأي الولاية العامة في الحدود بين ضمان حسن سير الانتخابات وقاتل النقاش العامة نمشي مع جريدة الصباح على اليوم الصباح مشروع قانون لمراجعة مردودية العاون العمومي والمنح 80% من الموظفين حاضرون قانونيا متغيبون جسديا بين جنفو وفيفري 2024 7000 شركة جديدة و100000 موطن شغل إضافي خلال السنوات الخمس المقبلة قانون الشيك دول راسيد جهز منظمة العراف وكونكت على الخط حالة وفاته 4 إصابات بداية الكلب منذ بداية 2024 تهشين 148 بلور المترو منذ بداية العام مليار كلفة الأتدايات على وسائل النقل والظاهرة التفاقم ملف باية تونس مجددا أمام القضاء نقرأوا الافتتاحية اليوم مونيا العرفاوي تكتب سن التقعد وذهنية الأزمة وبتبيع اليوم الترجي من أجل النهائي والمونديال يواجه اليوم سندونز الساعة السابعة ميجيل كاردوزو ندرك ما ينتظرنا وقادرون على تجاوز المنفس من الأخبار هذه كيزادة صحافة اليوم سلطة الضوء على المباراة التي تكون اليوم بين ترجي رياضي تونسي وسان دونز هي بنصف النهائي فريق لا يقبل فريق لا يخسر نحو دعم الاستقرار في التشكيلة صراح حامي الوطيس في المنطقة الفنية هل تقول الواقعية كلمتها أمام الكرة الشام لا نلقا وهتفاصيل المقال الكل في الصفحة 16 و17 وكل التفاصيل متعلقة بالمباراة التي تكون اليوم في موضوع آخر قريبا تعديل الفصل 411 من المجالة التجارية وعقوبات الشيك دون رصيد نحو مراعاة التوازن العادل بين كل الأطراف تفاصيل المقال نلقاها في الصفحة الثالثة ونتعدو لموضوع آخر وزير الخارجية الجزائري الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا كان ناجحا شركة فصفات قفصة نحو مضاعفة إنتاج قطاع الفصفات إلى 12 مليون طن سنة 2025 حرب الإبادة في غزة قصف واشتباكات والأنظار تتجه إلى رفح جامعات أمريكية تنطف ضد حرب الإبادة في غزة الافتتاحية بعنوان عن خلق الثروة والمنويل التنووي بقلم منصف أعويساوية التنووي للموصبح موتور finale لترجم صففات قصف وليه عند finns ممتازوا للمساوية ولمات بداية ومالتعالزة ومتازع أن يتعلم من بعد الامر وأن أجده وفاولة ومتازم رمحنسك أي حركة أفضل للمشتر وقابات أفضل جميع الأعزم للمسحة الأرض ومتازن الحياة written حمع جميع 600 специалистs pour débattre des dernières nouveautés scientifiques pour la quatrième conférence des dermatologues africains du 24 au 27 avril 2024. Un effet boumangue, le phénomène du gaspillage alimentaire. Autrement dit, Anwen a un critique du concept d'économie rentière, plutôt une approche sociale et solidaire. N'adette extérieure grimpe à 6,4 milliards de dinars. N'aklou les suppléments culturels et littéraires du journal Saber, un héritage toujours vivant. L'édito, l'OTAN, nous y vivrons aussi. Fériad, ma mélodie, Sandaun's, OST, 19 heures, Anaki, à consolider. El khabar l'aberz, في جريدة أشروق صادر اليوم. اليوم الترجي يتحدى Sandaun's في جنوب إفريقيا, الفنال والمونديال. وعبدالقادر بالاحسن يصرح لأشروق خبرة ترجي ستحسم موقعة بريتوريا. ونقرأ بسبب تواصل غلق مع برسجدير خسائر 500 مليون يوميا. وفي الصفحة 12, النيابة العمومية تؤكد شبهات فساد جدية ضد مبروك كورشيد. خطير في سفاقس. السيدات تتفشى بين الأفريق. نلقاها في الصفحة 19. وافتتاحية بعنوان قطاع النقل وتشويه صورة البلاد. فاضل الطياشي. هذا أبرز العنوين نلقاها في أشروق اليوم. وفي الصفحة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة